دكتور حسام يعني مهاراتي وخبراتي تمكنني ان انا افتح الشركة طب معايش الفلوس بس عندي الخبرة وعندي المهارة هعمل بيهم ايه من انا معايش مبلغ تمام مصير السيد يوسف احنا لازم ربنا سبحانه وتعالى عندما قسم الارزاق على الناس قسمها بالعدل وليس بالتساوي يعني ايه يعني خلى ناس طويلة ونس قصيرة ناس معاها فلوس ونس معاها عقل وبالتالي كل بني ادم لازم قبل ما يبتدي يقول انا هشتغل او هفتح مصروع او حتى هشتغل عند حد لازم يعمل لنفسه يشوف هو بيعرف يعمل ايه وما بيعرفش يعمل ايه يقيم صحيح يقيم ايه اللي بيعرف يعمله اللي هي النقطة القوة عنده هو بيعرف يعمل ايه بايه الابداع اللي عنده لما نيجي نكلم حضرتك حضرتك راجل متحدث عام قادر على التواصل مع البني ادمين اذا دي نقطة قوة ممكن ان اوظفها فاصبحت اشتغلها حلو كده صح يعني العملية بسيطة خلص ليه فيه 108 مليون مصري تاني ما اشتغلوهاش لانه ما عندهمش دي انت اكتشفت انها عندك ووظفتها يبقى كل بني ادم لابد ان هو يعرف ما يجيده اللي احنا بنقول عليه اللي بيعرف يعمله واللي ما بيعرفش يعمله ابي الفرص المتاحة لا تأتي بالصدفة يبقى لازم كل بني ادم مننا قاعد يبص حواليه عشان يحنا بنعرفش نعمل الفرصة فيه ناس بتتخيل انها بتعرف تعمل الفرصة احنا بنعملش الفرصة احنا بنكتشف وجود فرصة الفرص موجودة هي موجودة احنا بنخترقها لكن احنا اللي بنشوفها وبيقولوا بقى كده يعني بيقولوا ايه بقى معلش انا حاولها بالانجليزي مش قول الله فضل 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 those who see the invisible can reach the impossible يعني الناس اللي بتشوف حاجة الناس الغانية مش شايفاها بيوصلوا بحتة مستحيلة فيبقى هو كل يبقى الفرص قاعدة بس احنا اللي بنشوفنا يبقى كل واحد يدور لو لقى فرصة هل الفرصة دي تناسبه ولا ما تناسبه اصلا مش كل فرصة تنفعني صح كده صح كده فعلا فيبقى هو لو تناسبه تناسب خدراته او مهاراته زي ما حضرتك تكرمت في الاول بمهاراته هو عنده مجموعة من المهارات المهارات دي تنفع لهذه الفرصة ولا ما تنفعش لهذه الفرصة لو تنفع يبقى هو بيمشي على طول وبيدور على اللي يكمل بيه يعني انا عندي الفكرة طب انا ادور على واحد يكون معاه فلوس احنا بننكلم على حضرتك لسه بتقول اه خمسمائة واحد شركة ما شاء الله نفسي اعرف واحد ليه ومش خمسمائة او ليه يعني اي حاجة ومش خمسمائة اي حاجة اه الخمسمائة واحد شركة دول هو مش عاملهم كله هو فيه كان فيه منهم تلتمية بني ادم عنده فكرة وما كانش عارف يعملها ازال فلجأ له اصبح هو يمول وصاحب الفكرة هو صاحب الفكرة وتطلع مؤسسة هزي المؤسسة بتبقى ناجحة ونخش بقى سيكستي فورتي ونمش تجري على طول صحي وتبتدي وتجري يبقى كل واحد لازم الاول يبقى عارف هو هو ايه نقاط قوته وعارف ايه النقاط اللي ما بيعرفش يعملها ويبحث عن اللي يكمل هذه النقاط لو لقاه خلص يبقى هو صاحب الفكرة اه قام بمشروع بالفكرة من غير فلوس اه شركات العربية اللي مش عايزة اقول اي حاجة عشان متنسبتش العربية بتاع اللي هم اللي بتوصل للناس ايو ما عنداش ولا عربية صح يعني اكبر اسطول تاكسيات من غير ما يبقى عنده ولا تاكسيات ولا عرب وشركة تانية اكبر اسطول عقارات من غير ما يبقى ما في عنده عقار ولا شقة طبعا ولا الهوى ولا اوضة ايوة وبالتالي بقت الفكرة طيب هو ايه الفرصة انا اقدر استثمرها ازاي باقل فلوس ممكنة وكمان اقل مجهود ممكن وهو ده النجاح اشتركوا في القناة